آآآ 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 ليش عمتطلّع؟ انتي سألتلّالدكتور؟ هو متأكد؟ صار آي المكزة مرة انه كل شي بئيد الله لبقط خاف خلاص شايف الموضوع سهل كتير إنه الرب بي كلها الولاد ولك انتي عمتنقوliamo بهالوضع دخيلك يا الله، صبرني لو سمحتوا طلع لبرة، نحن من خبرك بس خلاص العملية تمام، فهمت، طالع، بعدي أميني، لساهمي، جيكي مغص؟ أي كتير دكتورة، لسا في شهرين بس فجأة بلشت النغيس خد المريضة لجوة، تعي لهون، بسريعة، بسريعة يلا أحسان، أحسان، ساعدوني تمام ساعدوني، هل تروح أحسان خليك معي أنا تعبانة كتير دكتورة، دكتورة، الجنين بخير ما هيك لسا في شهرين، ما بدي أولد هلأ إذا بتريدي تهدي شوي هالمرة ما راح تخلوني يخسر ابني ما بدي أولد هلأ أهدي حبي إحسان، لا، سرها في عمل أي شي لكي دكتورة، لما رجعنا من الإجازة، مارتي ما عتحست بالجنين، عم تقول إنه ما عم يتحرك تمام، فهمت عليك، بس لازم نفحصها جوا ماشي، جينا حتى نفهم شو عم يصير، نحنا ما بدنا نخسر الجنين أه، إحسان، إحسان، مدرش شو عم يصير؟ لا تخلوا لنضيع وقتنا لو سمحتوا، صار لازم نفحصها أه، ما بدي أولد، آي لازم نفحص المريضة بسرعة لنعرف شو بدنا نتسرف، يلا إحسان ما راح يصير شي لأبني ما هيك؟ سهام؟ سهام؟ شو هي أول ولادة؟ هم؟ هي واضح مبين عليكن، بسلام إن شاء الله شكراً بكرة بتتعود، هاي ثالث مرة بوقف هون هم؟ 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 الجنين ما عم يتحرك أصدق أنه الجنين مات بترجعك يقولي لي هو لساته خير للأسف يا مدام ما فيني قلك حكيم ودقيق أنا لازم حطك بالصورة بعتذر منك لا لا يا ربي لا اهدي مدام لا لا الله يهميكي خلص لا تبكي الله بعودك أكيد هاي الولادة بتكون ولادتي التألتع نلعي من وشي نلعي اي دكتورة تعي هي أعراض الولادة اهدي شوي اهدي شوي اهدي شوي تمام اهدي بلش تحضيرات الولادة يلا يلا اي شو بيعرفني شو عم يصير جوا راح تولد اي كأن ولادة مبكرة وأنا شو بيعرفني ما عم يقولوا شي هالمشفى اللي نحنا فيه صغير أنا ناطرة برا ليكي إذا كمان هالمرة كان الطفل ميت ما بعرف شو لا إله إلا الله اخذي نفس عميق تمام اخذي كمان نفس اخذي كمان نفس اخذي كمان نفس كمان مدام كمان برا دو عليكي أسرع عهدي مرة تانية شو وضع نفظة طميحي ماُuition فيني تنفسي مدان شهيق ذيفير شهيق ذيفير تمال برافو خليكيهايك شهيق زيفير برافو عميين خلي نفس عميق كاملي كاملي كمان يلا راح نخفاص هاد أبني؟ لا هي بنتك مبروك أستاذ شكرا شكرا معناتها هاد أبني وأخيراً الحمد الله الحمد الله صرت أب وعندي ولد وأخيراً جاني ابني الحلو الحمد الله ألف مبروك يا أخي صار عندي ولد وصرت أب لمشاهدة المزيد من الحلقات لا تنسى الاشتراك بقناتنا وتفعيل زر الجرس اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة